تحت رعاية سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد أقيم صباح اليوم حفل تكريم كوكبة من المعلمين للعام الدراسي 2015-2016 الاحتفالية التي تاتي بتزامن مع اليوم العالمي للمعلم أقيمت على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة الكويت تحت شعار عطاء متواصل فكر متجدد تفضل سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح فشمل بحضوره صباح اليوم حفلة تكريم كوكبة من المعلمين للعام الدراسي 2015-2016 والتي قيمت تحت شعار عطاء متواصل فكر متجدد وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة الكويت وعطاءهم الصادق وإحساسهم العميق بالمسؤولية الكبيرة التي حملهم إياها وطنهم وهم يطلعون دوما إلى أن يكونوا عند حسن ظن وطنهم بهم وموضع ثقة كل أبناء المجتمع بقدرتهم على النهوض بأعباء هذه الأمانة والقيام بواجباتهم على خير ما يكون الأداء والعمل والعطاء وانطلاقا من أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية في البلاد تسعى وزارة التربية لدعم المعلم ومنحه المكانة اللائقة لتمكينه من مواصلة جهوده كونه شريك فاعل في الهرم التعليمي وصولا إلى مواكبة تطورات العصر المتلاحقة في الميدان التربوي والتعليمي تربية الإنسان السوي وغرس القيم السامية في نفسه وتوجيهه وفق ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا القويمة إنه المعلم مرب الأجيال موجه الأمم صانع الفكر الاحتفالية شهدت عرض فيلم وثائقي بعنوان كويت العطاء بعدها تفضل سمو ولي العهد بتكريم المحتفى بهم من المعلمين والمعلمات والمدارس المتميزة ترجمة نانسي قنقر